موسيقى اهلا بكم هذا برنامجكم اخر نهار وانا معكم محمد جدس مبارح بعد انتهاء فعليات ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة كنت راجع او رايح على مطار شرم الشيخ يعني في استعدادا للعودة الى القهار الحقيقة وانا في الطريق للمطار كان معايا الاخ يعني اللساء العربية وغدني من الفندق للمطار قال لي حاجة توقفت عندها يمكن ناس كتيرة مش واخدين بالهم منها قال لي انتوا خلصتوا على خير الحمد لله المنتدى قلت له قال لي انت عارف المنتدى ده اهميته في ايه قلت له ايه قال لي انه في ناس جاية من برة تسمع وتشوف بعنيها فاحنا لو قعدنا مئة سنة كمصريين نتكلم مع العالم ونقول له احنا عملنا او احنا ودينا او احنا انجزنا او احنا ماشيين بشكل كويس فالعالم ممكن يشك ليه لانه هيعتبر الكلام اللي احنا بنقوله لهم ده بشكل مباشر دعاية والدعاية طول الوقت بيبقى الناس يعني حاسة ان فيها مبالغ قال لي انما لما تلاقي الشباب جايين من دول العالم المختلفة قال لي والشباب الاجنبي اللي جيه السنة دي مش هو اللي جيه في المنتدى بتاع 2019 مش هو اللي جيه في سنة 18 مش هو اللي جيه في 17 فكل منتدى بيجي عدد كبير من الشباب بيشوفوا على الارض ولما يرجعوا يتكلموا فيها سورة مصر الحقيقية اللي هي على الارض توصل للناس بيه يعني حاجات بسيطة فقالت له والله دي فكرة ممكن ناس كتيرة جدا مش شايفاها والناس اللي مش شايفاها دي بتسأل طول الوقت تقولك هو احنا بنعمل المنتدى ليه فانا لقيت هزه الاجابة البسيطة اللي هي لا فيش فيها فازلك وما فيش فيها حالة بقى من الايه من التنظير يعني لا انت بتتفازلك ولا انت بتنظر على الناس ولا انت قاعد بتتكلم عن الرسالة الاولى والكبرى ليه منتدى الشباب العالم لان انت بتبعت رسالة للعالم كله انه احنا مفروض كلنا نشتغل من اجل الانسانية نشتغل من اجل الانسانية بقى فنعمل سلام فنعمل تنمية فنعمل حوار فلا ننزعج من الاختلاف لا احنا كلنا رغم اختلافنا في الدين في الافكار في اللون في النوع في الاتجاه في الانحياز كلنا بشر في النهاية ومفروض ان احنا نشتغل عشان العالم ده يبقى افضل فلاقيت والله الفكرة دي زي ما بقول لحضراتكم احيانا تقعد انت تتفكر هتتكلم مع الناس ازاي او تقول لهم انه المنتدى ده مهم على انه اساس او باي منطق فانا لقيت هذه الفكرة البسيطة جدا عند هذا الاخ العزيز يعني اللي كان معايا في طريق المطار وهو فتح الكلام فانا لما قلت له قلت له تتخيل كده فيه كام واحد جايين من كام دولة فقال لي لا ما عرفش قلت له احنا عندنا شباب من مية ستة وتسعين دولة مية ستة وتسعين دولة كانوا موجودين خلال الايام بتاع المنتدى اللي هو بدأ بدأ بالمناسبة قبل يوم الاثنين لانه يوم عشرة ده كان الافتتاح الرسم يوم الحدد واليوم السابت السابقين للافتتاح كان عندنا ورش عمل والورش دي عشان تعمل حوار وتتناقش وتتحور وتختلف عشان تطلع توصيات فانا سألته والله انا بقول لحضراتكم الحوار يعني احنا كنت موجود في فندو انا كنت وعدتكم ان احنا ان شاء الله لما هاجي احكي لكم عن المنتدى مش هنقول الكلام المعتاد يعني ما وراء الاحداث قلت له طيب طب الفلوس اللي اتدفعت دي مش الناس كانوا اولى بيها يعني فيه انفاق بالملايين على المنتدى مش الناس كانت اولى فقال لي ايا كانت الفلوس دي قد ايه مثلا قد ايه هو ما يعرفش المنتدى تكلف قدية او تصرف عليه قد ايا كان ده احنا عشان نعمل دعاية للبلد محتاجين مليارات نصرفها برا وهتلاقي الناس وانت بتصرف برا مثلا تكتب مقال في جورنان تعمل برنامج في محطة تاخد او الدور في ميدان من الميادين العالمية قال لي نصرف كتير قوي انما اللي اتصرف ده مهما كان كبير ما يسويش المعنى اللي الشباب هيرجعوا بيه عن مصر ليه بلادهم يكلموا اصحابهم ويكلموا الناس في الجامعة ويكلموا الناس حتى في الاعلام وكأن انت بتتكلم هنا ايه عن الدعاء المباشرة اللي هو هنرجع تاني للاتصال الشخصي اللي بيجوه لك دول بيرجعوا يتكلموا مع اللي حواليه ومع ذلك عايز ااكد على المعنى انو يا جماعة في حاجات كتيرة جدا لو حسبناها بالاكل والشرب المباشر فانت مش هتتقدم انت مبارح مثلا في حفل الختام ده هتلاقي ناس تقولك احنا عندنا امكانيات كبيرة جدا واحنا نقدر نعمل ابهار ونقدر ننظم حفلات ونقدر ننظم فاعليات فتيجي مصر في لحظة لو اي ساعة مثلا الختام تلاقي فيه عرض مبهر وعايز اقول لحضراتكم على حاجة لان الناس مش واخدة بالها انه هذا الابهار بيقولك ان فيه تطور في الصناعة في صناعة الاعلام في صناعة حتى الاحتفاليات لانه دي صناعة لما تبقى عامل الشغل ده جزء قدام حضراتكم منه ويفهاموا قوي زمايلنا اللي بيشتغلوا اللي هما في الانتاج بقى يعني بيشتغلوا في الاضاءة بيشتغلوا في الصوت بيشتغلوا في الجرافيج يعني يفهموا ده ان فيه تطور كبير جدا في الصورة لدرجة لدرجة وأنا بنقل لحضراتكم والله كلام قالتولي صديقة العزيزة خيرية المنصور دكتورة خيرية المنصور وهي مخرجة عراقية شهيرة وعاش في الوقت المتحد الأمريكي ولأنها مخرجة ومعروفة فبتختلط بالفنانين والمخرجين في أمريكا قالتلي هي في الزيارة للقاهرة الوقت قالتلي أنا فيه واحد فنان كبير يعني أمريكي وكت بوريله الفيديو بتاع الاحتفالية بتاعت نقل المميوات والاحتفالية بتاعت الكباش طريق الكباش فقالتلي أول انطباع فقالها هو يعني ده أنت عايزة تقنعيني أن ده في مصر يعني فيه في مصر ناس بتعرف تعمل الاحتفاليات بالشكل ده يعني الناس في مصر تطورت وتعلمت وخدت خبرة إنها تقدر تعمل هذه الاحتفاليات فقالتلي أه ما هو فقالها ده إحنا هنا في أمريكا ممكن ناس كتير جدا ما تبقاش عندها القدرة على إنها تعمل هذه الاحتفاليات بهذا الشكل ناس كتير جدا ودي نقطة مهمة إحنا مش عايزين يا جماعة نقل بنفسنا مش عايزين نقل بنفسنا لإن دي قافة إنك تبقى مش عارف قيمة وهي قدر نفسك فومع ذلك زي ما بقول ما أنفق هو من أموال الرعاة شركات كتيرة عملت رعاية لهذا المنتدى للدرجة إن كان فيه خمسين مليون جنيه اتبرأت بيهم إدارة المنتدى للمبادرات العامة وحياة كريمة وغيرها ففيه واحد يقول لي لا طيب أنتو بتهزروا ما هو طب ما حتى الفلوس دي لو فيه رعاة ما هالرعاة دول ممكن يتعمل بيهم حاجات تاني هنا بقى بنقول يا جماعة لازم نبص للصورة كاملة لازم نبص للصورة بشكل شامل إنه ده ما ينفيش ده لما بتعمل هذه الفاعلية وهذه الاحتفالية الكبيرة آه أنت بتجني من وراها مكاسب سياسي وبتجني من وراها مكاسب ثقافي وبتبني من وراها دور وتأثير أنت عايز تعمل ده بس أنا أقول لحضراتكم على حاجة كمان أنت بتبني من وراها مصالح اقتصادي واللي يسأل عايز أقول لكم أنه الاحتفاليات الكبرى والمؤتمرات الكبرى والمهرجانات الكبرى دي من أهم الوسائل بتاعة الترويج للسياح يعني عشان بس الناس تبقى إيه وإحنا بنتكلم هنا يعني لا أدافع عن إنه ليه المنتدى مهم بس إحنا بنتكلم في جوانب أخرى بقى يعني الموضوعات اللي المنتدى نقشها حضراتكم تابعتوها لكن أنا بتكلم إنه حتى على المستوى الاقتصادي المؤتمرات الاحتفاليات الفعاليات الكبرى بهذا الشكل هذا العرب العرب اللي أنت موجود في سينة كده سينة أرضه الله المقدسة في الجبل والألعاب بالإضاءة والفن والغنى والآخره بيشوفوه العالم بيبقى حابب نيوجهن المكان ده ليه؟ لأنه هنا ترويج بشكل غير مباشر للبلد وإمكانياتها ففيه تشجيع ليه السياحة إذن اللي إحنا شوفنا ده مش مجرد تجمع الشباب جايين يعودوا طيب أهم بقى ما قيل في هذا المنتدى أنا توقفت عند حاجة حصل فيها لابس حصل فيها لابس ناس كتيرة ما خدتش بالها من الكلام بتاعه هو الإنسان اللي تقال في أنه سياق فكان فيه من أعمال منتدى الشباب العالم نسخة الرابعة فيه حاجة اسمها محكاة محكاة لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع ليه لأهم المتحدة سمعتوا حضراتكم عن هذا الكلام طيب يعني إيه؟ الأول فيه ناس فيه ناس لقيت إنه فيه شابة كده لطيفة جميلة يعني هي اتقدمت فيه هذا النموذج من المحكاة على أنها ممثلة المنظمات غير الحكومية الأول الأول المحكاة ده المحكاة دي بتبقى عبارة عن أنه أنت بتعمل بتحكي أو بتماثل نموذج معين زي مثلا الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية فتجيب شباب كل شاب يلعب دور عضو مثلا من الأعضاء في هذه المنظمة ويبدأوا يعدوا يتكلموا وكأنهم بيعملوا نموذج للمنظمة الحقيقية يعني المجلس حول الإنسان الدولي ده ده موجود في جينيف تمام المجلس ده مشترك فيه 47 دول 47 دولة دول بيعودوا مع بعض وبيعملوا مراجعات لملفات حقوق الإنسان مع بعض فأقول لك مثلا مصر السنة دي هيتم مراجعة الملف بتاعها فيروح الأعضاء الآخرين ويروح منظمات المجتمع المدني من دول مختلفة ومنظمات غير حكومية يروحوا يوجهوا انتقادات يفحصوا الملف بتاع مصر يوجهوا انتقادات لمصر وبعدين مصر ترد على هذه الانتقادات فنموذج المحكدة كان فيه 115 شاب بيمثلوا 47 دولة اللي هما الدول الأعضاء فيه مجلس حقوق الإنسان اللي هو في جينيف يعني اللي هو محكاة هما بيمثلوا انهما بيعملوا نموذج وكأن انت بتدفع الشباب تقول له تعال زي ما تعمل مثلا محكاة لمجلس الوزر محكاة لمجلس الوزر فمجلس الوزر بيعمل اجتماعه مثلا يوم لأربعة فانت تجيب شاب بيقوم بدور رئيس مجلس الوزر وبعدين تجيب شباب ده يقوم بدور وزير التعليم وده يقوم بدور وزير الصحة وده يقوم بدور وزير الزراعة ويعملوا اجتماع وكل واحد فيهم يتكلم وكأنه اللي بيقوم بدوره يعني اللي بيقوم بدور رئيس مجلس الوزر ده فيتحدث وكأنه رئيس مجلس الوزر فمصر عملت السنة دي محاكاة للمجلس مجلس حول إنسان الدولي اللي هو فيه جينيف طيب والتعامل بشكل حقيقي اه بشكل حقيقي والولاد الشباب بتكلموا فممثلة اللي هي بتقوم بدور ممثلة المنظمات غير الحكومية اتكلمت عن مسألة حول إنسان فخلونا نسمع الكلام اللي تقال فيه نموذج محاكاة مجلس حول إنسان الدولي اللي هو في جينيف ده النموذج المحاكاة ده اتعامل فيه منتدى الشباب في شرم الشيخ لسه الحتام كان مباعي سمعونا كده جماعة بكرا سيد الرئيس إن تحالف البحر الأبيض المتوسط يشعره بعمق القلق إيثار تنامي الآثار بعيدة المدى والسلبية بسبب الوباء وتأثير ذلك على الفئات المهمشة حيث تركت الفئات الهشة والضعيفة وحيدة في مواجهة هذا الوباء إن هيئة الأول المتحدة المرأة قد حددت وأشار تقيل زيادة العنف المنزلية ضد النساء والفتيات نتيجة زيادة فترات البقاء في المنزل وأشار مؤتمر أول المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو بأن السجون بيئات عالية الخطورة في ظل الجائحة لأنه بالإضافة إلى الإهمال المنهجي هناك عدم كفاية في أنظمة الصرف الصحية اللازمة بالإضافة إلى ذلك لاحظ التحافل إلى أن التأثيرات المدكورة للجائحة ازدادت شدة في الملدان النامية من حوض البحر المتوسط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مصر ورغم التطور المحدود الذي ظهر في صورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان فإن التحالف لا يزال قلقا إذا أعمل التمييز ضد النساء والأقليات والمجتمعات الضعيفة الأخرى فضلا عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القصري وقمع المجتمع المدني أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع المتدهور للسجون والسجناء في مصر في ظل استجابة حكومية محدودة ما أدى إلى انتهاكات في حقوق الإنسان لهذه الفئات المعرضة للخطر نحن نناشد الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ممثلين من نظامات غير حكومية في المجلس الحقيقي هم بيجوا ينتقدوا أوضحه الإنسان وإحنا عندنا ملاحظة طول الوقت على أن انتقاد أوضحه الإنسان في مصر بتتم من أرضية تفتقد إلى المعلومات الحقيقية في مشاكل آه طبعا في مشاكل لأنه لن يخلو بلد ولن تخلو دولة من مشاكل فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان ولو حد قال عكس ده يبقى بيضحك عليك وبيخدعك يعني أنه في بلد بما فيهم مصر أو دولة بما فيهم مصر تخلو تماما 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 من أي مشاكل فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا طبعا مش مالاكة لكن هنا هذه الفتاة يعني اتكلمت بالكلام اللي بيوجه اللي هو أنت عندك اعتقال تعسوفي واختفاء قصري وقمع للمجتمع المدني وأنه أنت في الجائحة ما عملتش إجراءات عشان اللي في السجون واللي هم معتقلين بتسميهم معتقلين وأنه احنا منزعجين جدا ويتحالف المنظمات غير الحكومية مش مفسوط مش راضي عن أوضاحه الإنسان في مصر الناس ايه خدت ده وما التفتتش أنه فيه في هذه المحاكاة في هذا النموذج مندوب لمصر فهو مندوب مصر اتكلم رد على هذا الكلام فسمعونا مندوب مصر في مجلس أو في محاكاة مجلس هو الإنسان قال ايه سمعونا يا شباب شكرا سيد الرئيس السيد الرئيس أن وفد جمهورية مصر العربية قد طلب الكلمة أعمالا لحقه في الرد على تلك الادعاءات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي يرفضها جملة وتفصيلا وفي هذا الإطار أود أن أحيطكم وأحيط المجلس بالجهود التي بزلتها الدولة المصرية من أجل ترسيخ حقوق الإنسان سيد الرئيس لقد آلت الدولة المصرية على نفسها أن تتبنى مقاربة شاملة في ملف حقوق الإنسان فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي والتي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية والتي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها ولكن امتدت لجوانب عدة فعلى صعيد الحق في الحياة واجهت الدولة المصرية بشراسة نيابة عن العالم عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية شديدة العنف وصد بيئة إقليمية شديدة الإضطراب والتعقيد تلك الموجة استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية وقتها حماية لأرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم ولكن ما إن نجحت الجهود الوطنية المصرية في مكافحة الإرهاب حتى أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ إيزانا ببدء الجمهورية الجديدة في مصر جمهورية قوامها العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون السيد الرئيس في إطار الحرص على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انتدت الجهود الوطنية لتشمل إطلاق المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة والتي أعطت مثالا إيجابيا يحتزى به في حق المواطنين بالحصول على ثمار التنمية بشكل متكافئ عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصريين في نموذج نسالي للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكذا مبادرات كريمة ومئة مليون صحة والتي تهدف جميعا إلى تحسين جودة حياة الشعب المصري العظيم واحترام قرامته الإنسانية والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له كما تم تعزيز التشريعات وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة ومكافحة كافة أشكال العنف ضدها فأحرزت المرأة المصرية تقدما ملحوظا باعتلائها منصة القضاء وحصولها على أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة فضلا عن تعيين ثماني وزيرات في الحكومة الحالية وأولت الدولة المصرية أهمية خاصة لملف تنكين الشباب حيث أصبح الشباب المصري في مقدمة الصفوف في صنع واتخاذ القرار كما أصبح لمصر تجربة شبابية متميزة لم يقتصر صداها على الصعيد الوطني فقط بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم عبر تنظيم مصر لأربع نسخ من منتدى شباب العالم والذي يحظى بالرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليمثل المنتدى المنصة الشبابية الأبرز عالميا التي يتبادل فيها الشباب من جميع أنحاء العالم رؤاهم وخبراتهم تجاه قضايا عالمنا المعاصر السيد الرئيس إضافة إلى ما تقدم كسفت الدولة المصرية جهودها لتعزيز حرية الدين والمعتقد من خلال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف وخطاب القراهية وتعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر والتعايش السلمي ونشر روح التآخي مما ساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة واعتماده أساسا للحقوق والواجبات ثم جاء قانون بناء وترميم الكنائس والذي مموجبه تم تقنين أوضاع أكثر من ألفي كنيسة ليمثل خطوة أساسية وإضافية في هذا الشأن وفيما يتعلق بالانتقاد الخاص بأوضاع السجون والمزاعم الخاصة والخاطئة بحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القصري وكلها مزاعم تفتقر إلى الحقيقة فقد بزلت الدولة المصرية جهودا نوعية على صعيد تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين النقابات العمالية والحق في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب بالإضافة إلى الحق في الحرية والسلامة الجسدية فلا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفته للقانون ويتم التحقيق معه ومحاكمته مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قضاء مصري مستقل ونزيه وعلى صعيد أوضاع السجون بزلت الدولة المصرية جهودا نوعية لتحسين أوضاع السجون حيث جاء قرار غلق ثلاث سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بواد النطرون في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع مرة أخرى سيد الرئيس ما كان لكل ذلك أن يتم بدون شراكة حقيقية وهادفة مع المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني والذي يساهم في تطوير البرامج والاستراتيجيات بما يتمتع به من خبرات متراقمة وتكريما لدور المجتمع المدني فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني ومن قبل ذلك كانت دعوة سيادته لتعديل القانون المنظم لعمله تشجيعا له على العمل بحرية والمساهمة كشريك وطني هام هنا التركيز على النقطة دي تحديدا ليه؟ أولا عشان الناس تعرف إيه اللي بيحصل فيه المنتجة ده نموذج أهو زي ما بقول لحضراتكم نموذج محكاة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بيجي اللي هي ممثلة المنظمات غير الحكومية وعايز أقول لحضراتكم أن احنا كان عندنا 15 من المشاركين هما يمثلوا المنظمات غير الحكومية يمثلون وعندي 8 دول بتقوم بدور المراكب ولما الناس حتى لا يختلط عليها الأمر هو لما ده مندوب مصر فيه مجلس حقوق الإنسان الدولي أو فيه نموذج المحكاة لما بيقول سيد الرئيس هو بيقول سيد الرئيس مش للرئيس عفتاح السيسي بيقول سيد الرئيس لي الرئيس مجلس حقوق الإنسان الدولي اللي هو المحكاة النموذج يعني فأنت بتعرف الحوار بيتم إزاي تاني حاجة أنه أنت لا يفزعك أنك أنت تناقش اللي العالم بيقوله عنك لأنه ممثلة من المنظمات غير الحكومية لما تكلمت لك فيه تميز ضد المرأة وفيه عنف ضد المرأة وفيه اعتقال تعسوفي وفيه اختفاء قصري وفيه قمع للمجتمع المدني وفيه معاملة في السجون وفيه معتقالين وفيه معملوش الإجراءات عشان كورونا ووالآخره ما هو ده بيقوله العالم آه بيقوله الصورة وصلاله خاطئة آه وصلاله خاطئة بدرجة كبيرة ولذلك كان مثلا مندوب مصر في هذا النموذج اللي هو المجلس حقوق الإنسان الدولي زي ما حضراتك سمعته احنا كنا حرصين ان نقول الكلمة كاملة فبيتطرق مساء المتقالين بيتطرق لي انه لا توجد معلومات عايز اقول لحضراتكم على حاجة العالم للأسف الشديد هو بيرى بهذه العين من هذه الزون ولذلك مثلا في اللقاء اللي كان ما بين الرئيس ومراسلي وسائل الإعلام العالمية كان فيه برضو كلام عن حول إنسان لكن انا قبل ما اروح لي لقاء المراسلين الأجانب مع الرئيس كانت السفيرة مشيرة خطاب رئيس مجلس قومي لحول إنسان موجودة في نموذج المحكاة وكانت يعني مراقب لي هذا النموذج واستمعت لما قيل فيه من مناقشات خلونا نستمع إلى معالي السفيرة مشيرة خطاب رئيس مجلس قومي لحقوق الإنسان ستة سفيرة أهلا بك يا فانت أهلا بحضرتك أهلا بك أنا كنت بكلم مع السادة المشاهدين عن الديميت اللي حصل أو على اللي ممثلة المنظمات غير الحكومية في نموذج المحكاة بتاع مجلس حول إنسان الدولي ورد مندوب مصر في هذا النموذج الأول يعني أنا عايز رأي حضرتك وتقييمك لهذه التجربة بشكل عام في البداية أولا أولا بشكر حضرتك إنك لقعت موضوع حقوق الإنسان وحطيت الضوء عليه لأنه موضوع مهم جدا وأشكرك على هذا السؤال تحديدا لأنه يعني أنا ظهرت بدقة الإعداد لهذه الجلسة أو لهذا النموذج للمحكاة لأنه ده لغة مختلفة عرض مختلف الأمم المتحدة دي لها لغتها وليها أنظامها مجلس حول إنسان أكتر لأنه أحدث وموضوع حول إنسان تحديدا ليه لغة معينة فأنا يعني بحي القائمين على تنظيم هذا المنتدى للإعداد الجيد الشباب أنت مش حاطتهم يمثلوا أدوار لا أنت دبت لهم ملفات قعدوا أروها وهضموها وممثل مصر اللي بيكلم ده كما لا كان سفير آه حقيقيا آه اللغة وطريقة العرض فتحية للإتقان أنت فعلا بتمكن الشباب مش بتعمل تمثلية مش جايبهم كده إيه يلعبوا أدوار لا هم درسوا ورئيس الجلسة اللغة اللي كان بيكلم بيها رئيس الجلسة كأنك تغمض عينيك كده تتخيل أنت في جناف أو تتخيل أنك في البرلمان في مجلس العموم البريطاني لو حضرتك تتذكر رئيس مجلس العموم اللي انتهت مدته واللي احنا عبرناه أيام تريس مي والأزمة بتاعة بريكزيت فالمنتدى يعني شغل عميق متعنق متخصص طيب فده من ناحية الإعداد والعرض طيب من ناحية الطرح اللي طرح من ممثلة المنظمات غير الحكومية تتكلم عن أنه مصر فيها اعتقال تعسفي اختفاء قصري قامع للمجتمع المدني المعتقلين في السجون المعاملة معاهم ما فيش إجراءات لكورونا حصلت عايز أسأل حضرتك تقييمك بخبرتك الدولية يعني هذه المعاناة اللي بتعنيها مصر سببها إيه؟ سبب العوامل اللي بترسم الصورة بهذا الشكل في دوائر معينة في العالم إيه السبب في رأي حضرتك؟ أعايز أقول لحضرتك ما يبقاش عندنا حساسية من هذا تمام لأن هذه اللغة متدولة وتوجه انتقادات ممثلة لدول كتير المهم أن أستقبل هذه الانتقادات إزاي؟ أتشنج وأتعصب وأبتدي بقى زع ولا أرد بهدوء زي ما ممثل مصر الرد والأعظم من هذا رد الرئيس آه صحيح يعني الرئيس كان يقدر يتصدى لكن هو بهدوء وابتسامة الواتف آه شكر آه شكر يعني آه لأ أنا بشكرك وإن كان الوضع عندنا مش كده آه صحيح يبقى أنا لما أواجه بهذه الانتقادات أتماعن فيها ألاقي لو انتقاد في محله آه والله إحنا عندنا مشكلة لكن بنحلها بالذات الحاجات اللي هي اتكلمت عليها أنا في خطوات اتخذت يعني أوضاع السجون النهاردة في مراكز تأهيل وإصلاح على أعلى مستوى بتدني ولازم لازم يعني نقول إن إحنا بنعترف إن كان عندنا إزدحان في السجون وإن كان عندنا ظروف غير صحية وما زال بعض السجون آه ظروفها مش مش صحية آه ولكن إنت بنيت بنيت في ودي النطرون وبنيت في بادر فأنت بترد رد الواسط لإنك عارف إن فيه مشكلة وخدت إجراءات بالفعل لهذه المشكلة آه أنا برضو عاجبني جدا آه الرد اللي رد بي آه فخامت الرئيس على السؤال بحصوص ده كان في جالسة تانية ما كانش بنفس الجلسة آه هنجيلها الوقت آه بس تعليم عدرتك عليها اللي هو كان مع المرسلين الأجانب رد منتهى الهدوء وقالها هنشكل لجنة ونشوف الأعداد صحيح فأنا أنا يعني أرد من وضع من وضع ندية من مركز أحس إن أنا ند للي بيهاجبني مش إن أنا أقل منه وأبتدي أقوله لا والله أنا ما عملتش كده لا كل الكلام اللي قالته من دوبة المجتمع المدني في الجلسة بيوجه دايما وبترد عليه بمنتهى الهدوء وقدم الإنجازات وأقول آه أنا لسه ما حددش كل المشكلات وأنا ماشي في حالة ودوى بعين النهاردة حضرتك فتحت ملتسات مسكوت عنها بقالها مدة طويلة جدا وقضايا كانت قنابل موقوطة وتصديت لها كويس جدا فبالعكس المنقشة بقول لحضرتك كأنك قاعد في جناز وهذا النقاش يدور الدكور حتى كمان اللي هم موجودين فيه هو بالزبط هو بالزبط مجلس بالزبط بالزبط أنا عشان كده بقول لحضرتك وأنا جاء بالزبط جلسة محاكاة مجلس حول إنسان كانت مهمة لإنها متخصصة جدا والأداء بتاع الشباب كان عظيم وطبعا إحنا بالزبط في ملف حول إنسان عملنا إنجازات وإنجازات مهمة وأنا أعرضها عرض الواسق يعني أنا لما حضرتك بعد ما كنت بتقول لحول إنسان أجندة أجنبية النهاردة بتقدم استراتيجية وطنية بيطلقها رئيس الجمهورية تقع على درجة من درجات الالتزام السياسي وبتجي تنفذ الرئيس قرر أنه ما يمدش حالة التوارئ كونك تعمل جلسة لمحاكاة مجلس حول إنسان معناها أنك مش خايف تتكلم على لا وبيطرح الكلام في وجود رئيس الدولة اللي هو يطرح الكلام واعتقد إنه خير دليل على إنه نحن أمام عمل حقيقي وليس عمل للشوء السياسي أو للدعاية إنه هذا الكلام قيل بهذه الدرجة من العنف لأنه هي لما كلمت وكأنه لا شيء يحدث في مصر لأنه ده بيحصل خضريك تفرج على الحوارات دي برة بس بيحصل أشد منها وبتبتسم وترد بهدوء أو تقرر أنك ما تردش تتكلم بس ما تديش رد أنا كمان في نقطة تانية أحب أتكلم عليها دور الرئيس دور الرئيس إحنا تعودنا دور الرئيس لما يشارك بحاجة زي دي بيخش تشريفة كده يقول الكلمة بتاعته يقعد بعدها خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ساعة ويمشي أنت عندك رئيس بيقعد من الصبح من أول ما يبتجي المؤتمر لحد بالليل ويقعد معاه نقطة وبيكتب ويرد ويعني مشارك صحيح مشارك بتعمك وباهتمام وعشان كده أنا أنا سعيدة جدا أن الرئيس شارك في جلسة حول إنسان لأن إحنا محتاجين الملف ده أن إحنا نتحرك فيه لأنه أنت النهاردة وضعك مختلف تماما أنت النهاردة عندك إنجازات وبتشتغل بجدية وما فيش حد حق الكمال الكمال اللي هو واحده صحيح وكنا دايما موضوع حقول إنسان ده عندنا ارتكارية منه أنت فيه وبتعمل إنجازات يعني لما تقارن حضرتك الرئيس أول ما تولى والخطوات اللي أخدها والدعوات اللي أطلقها دعوات مهمة جدا بدأت بإصلاح الخطاب الديني إصلاح التعليم الإطلاق الاستراتيجية يعني وبعدين النهاردة الكلام اللي قاله الرئيس وهو بيطلق الاستراتيجية نعم اتكلم على عمود مهمة أو قاعدة مهمة أو دعامة مهمة للحقوق المدنية والسياسية اللي احنا دايما بنخاف نتكلم منها أو بنقول إيه هي الحقوق مش بس مدنية وسياسية ده هي اقتصادية واجتماعية وثقافية أوكي أنا بقى عملت نقلة كبيرة جدا عملها الرئيس بمنتهى الهدوء والبساطة والتلقائية كده لما تكلم وقال لك أنت مسلم أنت إبتش أنت يهودي أنت حر أنت تؤمن أو لا تؤمن أه فكرة حرية الأديقة حرية الاعتقاد حرية العقيدة والاعتقاد والعبادة طبعا وقبلها لما قالك تحيا مصر ده هنا بيأكد الهوية بيأول الحقوق المدنية فأنت عندك رؤية وبتمشي واحدة واحدة بتاخد المجتمع معاك وتطلع سلمة سلمة فالمهم أن أنا مرتدش لورا صحيح ولكن طالما فيه رؤية وطالما فيه شفافية وجدية وإحنا بنجتهد وبنخافش من النقد لأننا بننجد صحيح فأنا سعيدة جدا الحقيقة حقيقة يعني معاك السفيرة يعني أوحدينا بقى بأول حوار بعد أول اجتماع أول اجتماع كان الأسبوع اللي فات للمجلس فأوحدينا إن شاء الله يكون لنا حوار قريب مع حضرتك إن شاء الله بعيدنا لأنه عندنا شغل كتير أنا عارف في تحديات كتير أنا عارف يا خم شكرك جدا شكرك جدا السفيرة مشيرة خطاب رئيس مجلس قومي لحويل الإنسان طيب هنا فده دي الرسالة اللي احنا عايزين يعني نوصلها للناس إن ما يحدث في مصر هو أمر حقيقي مش أمر لا دعائي ولا أمر للشوء السياسي ولا إنه الرئيس بيحضر المنتدى حتى يسمع ما يريده لا هو الرئيس موجود في الجلسة زي ما حصل مثلا زي ما بقول لحضراتكم في اللقاء مع مرسلين الصحف الأجنبية ناس كتير تقول لك أسول أسئلة مترتبة يا عمه وبيقولوا لهم تقولوا إيه وبتعملوا إيه لما تيجي تبص بإنصاف أنا عمري ما بقول إنه عايز حد يجامل البلد يعني رغم إنه لما تبقى بلدك تجاملها عادي أنا مش شايف فيه عيب خالص إن أنا جامل بلدي وأكبر ببلدي وأعلي من الحاجات الإيجابية في بلدي يعني لكن أبتكلم بإنصاف السؤال اللي هو سأله مرسل منتكر سمعونا كده السؤال ده ورد الرئيس عليه مرحبا سيد الرئيس أهلا وسهلا طارئ حمدان من فرنسا الدولية للإعلام إداعة منتكر الدولية باريس اسمح لي أن أعود مجددا عند المقدمة أو بداية هذه الجلسة أو الموضوع الذي فتحته عند بداية هذه الجلسة موضوع حريط الرأي والتعبير وحقوق الإنسان سيد الرئيس ما هو تعليقكم حول الانتقادات الكثيرة الموجهة لملف حقوق الإنسان في مصر التقرير الكثيرة التي تتحدث عن الأعداد الكبيرة لمعتقلين على خلفية سياسية حجب المواقع والصحف التضييقات على حرية الرأي والتعبير أو ما يوصف أول أمس عند افتتاح هذا المنتدى ظهر خبر حزين يتحدث عن تجميد عمل الشبكة العربية لحقوق الإنسان هذه مؤسسة تعمل في مصر منذ ثمانية عشر عاما ما هو تعليقكم على كل ذلك؟ شكرا شكرا طيب يعني عايز أقول لك على حاجة أنت مصر يا سستري على على السؤال دوت على الموضوع دوت أنا حاستفيد من أنا قلت طبعا بداية كنت أقصد بها أن يعني الموضوع دائما من ضمن الموضوعات اللي احنا غطيناه لكن أنا حطرح عليكم طرح على شبابنا اللي موجود هنا الشباب المصري ولو في حد من من الشباب الآخرين مستعد أن هو ياخد كل البيانات اللي بتطرح وبيتم تداولها في الخارج عن العدد وعن السياسيين وعن الاحتجاز وعن الاختفاء القصري ويتم خلال أسبوع اثنين شهر اثنين تلاتة يتم يعني الوقوف على حقيقة زالة واللجنة دي أنا بكلم من شباب محايد خالص ولما اللجنة دي تطلع بنتائجة تعالينها للناس هل الكلام دحقيقي ولا لا هل النهاردة فيه الكلام اللي بيطلق ده بالأرقام اللي بتيتقال ده ده حقيقي ولا لا لكن عايز أقول لك إيه أحيانا بيكون البنات اللي بيتم التحصل عليها بنات مش دقيقة ساعات الموضوعات اللي بيتم ترحاها ما بتبقاش موضوعات كاملة فبالطريقة دي أتصور هيكون إجابة مش إجابة بقى إجابتنا كمسؤول إن إحنا دولة قانون وإن إحنا ما بيتم مش أي إجراء خارج الإطار القانوني وعالم التدخل في شؤون القضاء لا مش حول كده خالص حول هاتوا البيانات اللي انتو بتتكلموا عليها دي الإعداد الكبيرة القوائم بتاعك الاختفاع القصري وتعالوا وكلامنا عملنا قبل كده عملنا قبل كده وكان فيه لجنة تشكلت في أول مؤتمر شباب وخلينا اللجنة دي تشوف الموضوع دوت وتأي أي إجراء خاطئ مستعدين نصوبه لأن إحنا في النهاية أنا عايز أقولك على حاجة هو أعتز على طارق يعني هو أنت بتحبوش حابينا أكتر مننا وأنتو خايفين على بلادنا أكتر مننا وأنا بكلم لللي بيسمع مش ليك يا طارق أنتو خايفين على بلادنا أكتر مننا إحنا بلادنا مش لاقي أتاكل مساعدين ساعدونا البلد دي عايزة تعيش والشعب دي عايزة يكبر وينمو زي ما الباقي كبر وبقى حكاية هايزين بقى حكاية حنا كمان محدش يعيقنا ويعاقلنا بالكلام ده وعشان كده قولت اعملوا لجنة وشوفوا الكلام ده ويبقى تعلنوا نتاج بداية لكن تاني بقول ما حدش هيحب شعب مصر أكتر مننا بس نحن بنحبه صح بنحبه إيه مش عايزين نقعد نتكلم ونتسيب بلدنا في الضياعة متخلفة في كل شيء عايزين نفضل نشتغل ونبني ونعمر ونوصل ونكبر ويبقى عندنا نتج محلي بدل من المواطن المصري الداخل بتاعه كلام يحرج ويكسب يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زي ما الكل بيعيش المصر ما بيتفسحش يا طارق المصر ما بيتفسحش عشان مش لقي عشان ايه عايز يأكل عايز ايه حد يقول كده وانا بفهم آه بقول كده لان دي قضايا القضايا ان انا اخد بايد البلد دي القدام مش حاجة تاني هنا مش حديث السقة فقط يعني انت هنا في مواجهة ممثل الاعلام الاجنبي بيتكلم بيقول له انتو عندكو مشاكل وعندكو وعتقلين وعندكو في شحورية رأي ومجتمع المدني عندكو كذا ففي هنا حديث السقة وفي كمان حديث الصراحة حديث السقة في ايه والله يتعامل لجنة من الشباب اللي موجودين ويقفوا على حقيقة الموقف تكلم على معتقلين بالالاف طب نشوف تشوفي معتقلين اصلا ولا مفيش لانه مفيش في مصر الوقتي حاجة سمعتقال في ناس بتحاكم على زمة قضايا واحد عنده التهمة المشكلة ايه بقى انه الناس مش شايفة التهمة دي او مش معترفة بالتهمة دي ده موضوع تاني فانه السقة انه تشكل لجنة وندرس ونطلع البيانات لانه اللي بيتقال عن حول انسان في مصر تنقصه المعلومات الكاملة والدقيقة ثم بقى الكلام وانا شايف ان احنا قدام نقلة في الخطاب الرئاسي فيما يتعلق به الحديث عن انتقادات العالم او انتقادات دوائر معينة في العالم او انتقادات وسائل الاعلام الدولية لملف حول انسان في مصر اللي هو ايه النقلة في الخطاب الرئاسي اللي قاله الرئيس عفتح سيسي اللي هو هذا العالم هذا العالم بالزبط كده زي ما بيقوله يعني لا بيرحم ولا عايز رحمة ربنا تنسي انه العالم لا يساعدك على حل مشاكلك الاساسي ثم يريد ان يحكمك بمنظور وهو عن حول انسان انت قاعد بتبني توفر مساكن توفر شغل توفر تعليم توفر صح بتسمع من الناس اهو قدر الامكان اللي عندك لما بتشوف حد يمثل خطر على بلدك بتقف قدامه زي ما كل دول العالم بتعمل وقالك قل الله يتعلم وساعدونا وساعدوا البلد البلد عندها احتياجات وخلي بالك في فكرة حديث الصراحة ده اللي هو يعني رئيس الدولة يتحدث على انه في مشاكل في تحديات وقالك ايه دي قضايا فلا يخجل الرئيس من اي وضع ليه بقى لا يخجل من الوقت لما يقول المصري ما بتفسحش عشان ما فيش معاه هو عايز يأكل مش عايز يتفسح فواحد يقول لك لا يعني بس برضو فهو يقول لك الرئيس ايه يقول لك دي قضايا يعني لا يخجل منها وهي قضايا ولا يخجل منها لانه بيسعى لي تغيير طيب خلينا نعمل نموذج عملي الان على اكاذيب خصوم مصر فيما هتعلق بملفحه الانسان وهذا النموذج العملي هنتكلم فيه على هامش القبض على حسام منوفي محمود سلام مين حسام منوفي محمود سلام ده بعد الفاصل اقول لكم اهلا بحضراتكم من جديد حسام منوفي محمود سلام ممثلة منظمات الحكومية في نموذج المحاكاة بتاع مجلس حول انسان الدولي قالت انه عندك اختفاء قصري واعتقالت على السوفي والراجل اللي هو بتاع منتقر له طلع اهل الرئيس حرية الرأي والتعبير والمجتمع المدني وعندكم معتقلين وبتاع اه ففيه نموذج والعالم يا جماعة عنده الحاجات دي يعني عنده هذه المعلومات طيب حسام منوفي محمود سلام احنا لقينا الاخبار زي ما حضراتكم كده هتشوفوا اللي هو ايه خلي بالكم كمان في تعبيرات والعين العين معرفش العين الاماراتي جرالها ايه اه فيقول لك زي ما شايفين كده مصر تعتقل احد مؤسسي حركة حماس الاخوانية تمام تروح لي العربية الاخوان تعلن اعتقال الامن المصري لخيادي بحسم قبل هروبه لتركيا وعندين دعوات لمقاطعة شركة بدر للتيران بعد اتعامها بالتعامل مع الامن المصر وعندين اه منظمة اعتقال مواطن مصري لدى هبوط طائرة سودانية الترين في لقص ايه الحكاية ويهي حكاية حسان منوفي حسان منوفي محمود سلام ده جماعة اتولد في المنوفي وكان لحد 2013 مثلا كده ابو وما بعدها عايش لحد يمكن 2017 عايش في الدقي حسان منوفي ده احد مؤسسي وكوادر حركة حسم الارهابية فاكرين انتو حركة حسم وحركة حسم دي من الحركات اللي دول كثيرة في العالم صنفتها لانها منظمة ارهابية طيب الشخص اللطيف ده متهم في مصر من قبل القضاء المصري متهم في قضيته القضية الاولى اللي هي قضية تأسيس حسم وده رقمها 64 لسنة 2017 جنايات القهار فحسان منوفي ده الشخص ده متهم في قضيتين الاولى اللي هي قضية تأسيس منظمة حسم او حركة حسم الارهابية ورقم القضية 64 لسنة 17 جنايات القهار طيب القضية التانية المتهم فيها قضية رقم 724 لسنة 2016 وده قضية محالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنة 2017 جنايات شر طب يعني ليه يعني ليه حسان منوفي هذا الشاب متهم في قضيتين لانه فاندوم خد عندك خطط وشارك في تنفيذ بعض العمليات الارهابية ليه منها ايه محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان رقم واحد محاولة اغتيال المستشار احمد ابو الفتوح محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية السابق اغتيال الشهيد اللواء عاد الرجائي قاد الغرف الفرقة تسعة مدرعة اغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحس قسم طامية في الفيون اغتيال الملازم احمد عز الدين وتنفيذ عمليات اغتيال وتفجرات اخرى دي العمليات اللي كان حسام منوفي ده يشارك بالتخطيط والتنفيذ فيها ضمن حركة حسن طيب هرب راح فين راح السودان وهو هربان في السودان تمام نروح ليه موقع عربي اللي هو عربي واحد وعشرين اللي هو بطلع من لندر فتلاقي الخبر زي ما حضرتكم كده ايه يقول لك معتقل النائب العام المساعد بمصر يشكون من التعذيب يبقى احنا عندنا الاخ حسام منوفي ده اللي هو متهم في قضية او محاولة اغتيال النائب العام المساعد ده كريعب عزيز عثمان الراجل نشر خبر فيه 2017 قالوا ايه بقى تعالي نقرأ مع بعض واحدة واحدة القاهرة عربي واحد وعشرين جمان حمدي الاربعاء ايه اللي بيح الاربعاء تسعة وعشرين مارس 2017 قال لك وجه اهالي المعتقلين بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد استغاسات لانقاذ ابنائهم من التعذيب في السجن تزامنا مع منعهم من الطعام والزيارة وطبقا للاستغاسة التي نشرتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات التنسيقية المصرية للحقوق والحريات دي جمعية حقوقية اخواني فان هناك العشرات من ابناء محافظة المنوفية مؤتقلون على زمة الحبس الاحتياطي ويتعرضون لمعاملة وصفتها التنسيقية بالوحشي كويس وارفقت التنسيقية اسماء المعتقلين مقدمي الاستغاسة وهم حسام منوفي محمد اسماعيل ممدوح اسماعيل بدوي محمود غريب آسم وشقيق وعمر عمر جمال مصطفى عبد الرحمن ياسر نبوي عبد الرازي عامر محمد عامر عمار ياسر العبوسي طالب سنوي ومحبوس انفرادين بشبين الكوم احمد محمد ابراهيم الصوت تمام يبقى احنا عندنا في مارس 2017 التنسيقية المصرية للحقوق والحريات دي وده منظمة حقوقية اخواني عمل التقرير ونشروا موقع عربي 21 قالوا انه حسام منوفي محمد معتق مش معتق البس ده معتق له بتعز فاذا بينا يا مؤمن نلاقي ان الاخ حسام منوفي ده ما خلي بالك ده عشان ترد على ايه فكرة انه الاختفال قصري والاعتقال التعسفي هو الراجل شارك في هذه العمليات الارهابية و بتتم محاكمته غيابيا في مصر وعنده تهمة والراجل هربان اصل والاخوان قالك ده ممسوك معتقل اه بتعزب في السجن الراجل راح السودان كويس كده طيب لما رايح السودان كان راجع في طيارة من السودان على خطوط بدر ليه الطيارات راجع معا جواز سفروا ورايح فين تركيا الطيارة هبطت اضطراريا في مطار لقصر ايه اللي حصل قالك انذار حريق فيه اللي هو الشنط وبعدين طلبت الطيارة انها تنزل مطار لقصر اضطراريا لانه فيه انذار بالحريق فنزلت الطيارة دخل هنا في المطار في لقصر المصريين عشان يشوفوا ايه الحريق فاكتشفوا انه هذا انذار كاذب وانه حريق ولا حاجة لكن العطل اللي في جهاز الانذار هو تم اطلاق انذار قالك فيه حريق انزله فنزله كويس طيب فالناس الامن المصري داخل بيشوف فلقى الاخ حسام قاعد 24 اقراض ورايح تركيا طيب يطيبت عليه ولا نسيبه ما هو الرجل المتهم عندنا فقضيتين الرجل شارك فيه عدة محاولات لاغتيال شخصيات مصرية الراجل ارتكب ارتكب الراجل ارتكب جرائم ارهابية كويس فاذا هو فاذا هو ايه ده مطلوب طلعوا هما الطيارة فيها مشكلة نزلوا الناس عشان يبقى فيه ايه الطيارة بديلة لان فيها مشكلة لما نزل وهم بيفحصوا بقى بيراجعوا ما هو انت نزلت هنا طول ما انت موجود طول ما انت موجود في الطيارة فانت تعتبر كده مصرية وانت جوها الطيارة حتى لو الطيارة دي نزلت هبوط الطراري لانه ايه جماعة اخوان زي ما حضراتكم اه عارفين فيه مثلا منصة اسمها نحن نسجل قالك ايه عشان بس تعرفوا الناس بيتفكر ازاي وانت لما يوجي واحد يقول لك فين الانتقال التعسوفي وفين الاختفاء القصري اهو حسام فتوح ده ولا حسام بنوفي راجل هرب بعد ما ارتكب ده ومتهم عندي وراح السودان والاخوان طلعوا تقارير من المنظمة الحقوقية دي التنسيقية للحقوق والحريات الاخوانية قالك ده موتقل وبتعز فلما مصر ميسيكيتو قتل امن ميسيكيتو بطريق الصدفة اه بطريق الصدف الناس يقول لك اه احلى صدفة دي ولا ايه تركيا انزار كاذب انزار الجهاز عطلاء في الطيار فلما تمسك بدأوا هم يقول لك بقى ايه اه منصة نحن نسجل مصر اجبرت طائرة سودانية على الهبوط لاختطاف معارض يعني مصر يالي اجبرت الطائرة ان هي تنزي وبعدين كدبيل بقى وسقت منظمة نحن نسجل اختطاف السلطات المصرية للمواطن مصري حسام منوفي محمود سلات اللي هو اختطاف يعني رجل متهم عندي فقضيتين ارهاب فبقى اختطاف بعد هبوط الطراري لطائرة شركة بدر للطائران السودانية في مطار الاقصر وبعدين كان المهندس حسام سلام اللي هو حسام منوفي سلام قد تعرض للتوقيف الامني من قبل السلطات السودانية داخل مطار الخرطوم يوم الاربع اتنشر يناير 2022 قبل ان يسمح لو باستقناف رحلاتي لدولة تركيا عبر رحلة شركة بدر للطائران والتي تحمل رقم كذا المتعوجية من الخرطوم الى اسطنبول طيب فاذا هنا المنصة بتاعنا نحن نسجل دي وصفت قالك ايه انه مصر اجبرت الطائران انها تنزل وانه هي خطفة المواطن المصر اللي هو خطفته اللي هو يعني هو كان بتماشى على البحر فاتخطف او انه هو كان قعد تحت الشمسية كده بتاع فاتخطف يعني راجل المتهم في قضيتين مؤسس واحد كوادر جماعة ارهابية كويس فيقولك انه خطفوه طيب وبعدين بدأوا يشتغلوا على ايه انه ده انتهاك للاعراف الدولية انتهاك للاعراف الدولية يعني ايه يعني هما نزلوا الطيارة ودخلوا الطيارة خدوا الواد منه ويطلع بقى ايه اصحاب وجوه قبيحة زي الاخ هيسام ابو خليل فقولك الحرية لحسام سلام والمفروض النيابة العامة تصدر بيان توضح ما حدث معه اما شركة بدر للطياران فجريماتها تتجاوز المقاطعة في تحملها ما سيحدث لذا الشاب البريء المطارد طب طب يعني هنا هنا انت محتاج منطق مختلف محتاج عقل مختلف محتاج منهج مختلف في الكلام الراجل زي ما بقول لحضراتكم شارك في تأسيس حسم وارتكب جرائم ارهابية خطط ونفذ عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال فيقولك هذا الشاب البريء المطارد بريء المطارد ايه يا عمو متهم والنيابة توضع ما حدث النيابة طلباه الراجل بيتحاكم ارهابي 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 واضح وش هو ده مثلا وقعة زي دي مفروض بتنسف يتقال عن اه الاختفال قصر لانهم قالوا قالوا الودم اتمسك وبتعذب ده انا اقول لحضراتكم بقى على اكتر من كده لانه شركة شركة بدر هم بيقولك ايه طلعت بيان شركة بدر للطيران السودانية طلعت بيان بترد على الناس اللي بيقولك ده انتهاك للاعراف الدولية وانه السلطات المصرية دخلت خادة الودم الطيار قالوا ايه بقى اهو قدام حضراتكم شركة بدر للطيران السوداني بتقول تدولت وسائل الاعلام المختلفة خبرا عن توقيف السلطات المصرية لمسافر مصري الجنسي علامات رحلة بدر للطيران بالرقم كزع والمتجهة الى مدينة اسطنبول ولبيان تفاصيل هذه الحادثة تود الشركة توضيح الاكتر بدر للطيران تعمل وفق اوسس وضوابط نظم الملاحة الجوية المعمول بها دولية خلال الرحلة المسكورة صدر انذار من نظام الكشف عن الدخان في كبينة البضائع حجر رقم واحد وكاجراء تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في اقرب مطار تمت عملية الهبوط بكل سلاسة بمطار الاقصر الدولي بجمهورة مصر العربية نسبة للمدة الزمنية التي استغرقها التفتيش والتطقيق عن سبب صدور هذا الانذار تسبب ذلك تقييد زمن عمل طاقم الرحلة والذي تعامل معه طاقم الطائرة باحترافية واستعمل تفتيش الحريق اجراء وقائي داخل حجرات العفش وذلك حسب متطلبات تشغيل الطائرة ولاحقا اتضح انها كانت اشارة خاطئ وتسبب ذلك في ارسال الطائرة الى مركز الصيانة في اوروبا من مطار الاقصر لاعادة نظام الانذار لوضعه الطبيعي ومازالت الطائرة موجودة في مطار مش عارف ايه طيب قررت الشركة ارسال طائرة بديلة الى مدينة الاقصر لنقل الركاب ومواصلة الرحل خلي بالكم لانه الحكاية كلها في الجزئية دي الشركة قررت ارسال طائرة بديلة للمدينة الاقصر لنقل الركاب ومواصلة الرحل الصعود الى الطائرة البديلة يجعل سلطات المصرية جزءا من اجراءات السفر كما هو المعمول به في لوائح الطائران وهذا ما أدى إلى توقيف الراكب المسكو تؤكد بدل التيران أنها تعمل وفق لوائح السلامة الجوية وقوانين التيران اللي هو إيه أنتوا عارفين على طريقة محمد لطف يعني أقول لك يا كسفتك حازم مش حازم عادل يعني بس يا كسفتك حازم يعني اللي هو الإفك والتلفيق يصل إلى هذه الدرجة القصة دي كلها بتاعت حسين منوفي ده تقول لي إيه أنا كمواطن مصري تقول لي أن معظم معظم الدعايات اللي بتتقال ضد مصر هي دعايات باطلة أهو واحد أهو شارك في كل هذه الأعمال الإرهابية وهربان في السودان فأنت جت مصادفة قدرية أهو مصادفة قدرية بتاعة السلامة بتشوش أفلامه اللي طيارة عطلة انزار كاذب انزار إن في حريق وبعدين الانزار ده لأنه الجهاز الكاشف الجهاز نفسه عطلان فبعتت الشركة زي ما قالت أهو البيان بتاع بتاع شركة بادر قال لك بعتنا طيارة بديلة طيب الطيارة البديلة دي الركاب هينزله من الطيارة الأصلية للطيارة البديلة هنا السلطات المصرية هتدخل الطرف لأنه بينزله على عرض المصرية خلاص فبفحص الورق فلقاه تجيت صلاح فجيه صلاح خلاص حسام منوفي جه الراجل اللي متهم في قضيتين أو بيحاكم على زمة قضيتين وارتكب أعمال إرهابية ده الشق الأولاني اللي بيقولك أنه هم الجمعيات اللي هي بتدي المعلومات دي للدوائر العالمية بطول أي كلام الوقت هربان ومطلعين بيان أنه هو معتق أو أنه هو تمسك وبعد ما تمسك طلعين يقولك إيه أنه تم اختطافه وأنه بريء مطارد بريء مطارد اللي هو متهم في عمالات إرهابية قال لك بريء مطارد حالة من الإفك الحقيقة الغريبة جدا ولذلك مثلا وقع زي دي وقع زي دي ما هو مش بولوا إيه البعرة تدلوا وهسر السير يدلوا على المسير ما هو ببساطة شديد ولذلك يعني سبحان الله وإحنا كنا بنتكلم الأول فيما يتعلق بمثالات حول الإنسان والانتقادات اللي وجهت في منتدى الشباب العالم على أرض مصر ليه هذا الملف ومرة تانية في مشاكل آه في مشاكل في أزمات في أزمات في حاجات محتاجة تتصلح آه في حاجات محتاجة تتصلح لكن كم الأكاذيب اللي بيقال عن مصرحية كيبر جدا أنا أتمنى نكون عرضنا هذه القصة بتاعت حسين منوفي اللي بتأكد البلد دي يا جماعة طول وقت مستهدفة بالأكاذيب خلينا نتلع فاصل ونرجع لقضية مهمة جدا وهي القضية المتعلقة أو توابع وفاة زميلنا العزيز الأستاذ والإبرش أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة خبر وفاة الزميل العزيز والإبرشي ما كانش بس خبر حزين بالنسبة ليه كل من عارفه ولكن هو مش عايزة أقول صادم يعني لكن هو كان بالفعل كذلك يعني خبر صادم ليه؟ الموت علينا حق ومحدش لا هيتقدم ولا هيتأخر لحظة عن موعده وعن أجله بس يمكن الصادمة جات لأنه كلنا كنا تقريبا يعني شهود على محاولات وائل الإبراشي المستمرة لأنه يخرج من هذه الأزمة الصحية وأنه يعود لعمله مرة أخرى يعني تقريبا وائل عاش 58 سنة أضى منهم يعني سنوات كثيرة جدا في العمل الصحفي كان مقاتل شرس في عمله أعتقد أنه العام الأخير من حياته لهو من ديسمبر 20 إلى يناير 22 يعني هم بنتكلم على سنة كان فيها مقاتلا أكثر شراسة لأنه كان بيدافع عن وجوده فالناس كانت بتطمن على وائل باستمرار وفجأة الخبر ويمكن صدفة أنه إحنا نزلين شرم الشيخ لقينا الخبر على المواقع وعلى الصفحات لوفات وائل الإبراشي وإن أنا عايز أقول شوية حاجات لأنه في بعض الناس عملوا كثير من المزيدات أولها مثلا وأنا هعيد الكلام تاني أولها أنه شفته عاش طول عمره وسط الجماعة بتقول الإعلام دول وفي الآخر لما راح اه 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 واحد من الإعلامين دول راح وراه أو شارك في جناسته وأنا بقول لحضراتكم كل الناس يعني الإعلامين اللي كانوا موجودين في المنتدى في شرم الشيخ فكروا في أكتر من حاجة فكروا أنهم ما يعملوا عزة هناك في شرم الشيخ آآ لواء إلا أنه الناس لما آآ يعني سفرت وكان خلاص المنتدى تاني يوم الصبح ما كانش فيه حتى بحركة الطيران وحركة الصفر حد ممكن يلحق أنه يشارك في الجناست ده رقم واحد رقم اتنين وأنا لما قلت أنه أنه واقل حتى أنه لن يغضبه يعني ولن يحزنه أنه زملائه كانوا موجودين فيه عمل يخص الدولة أو عمل كبير مثل ده وكان بيشارك طول الوقت فيه المنتدىات شباب العالم ويشارك به فعليه فالحقيقة أنا عايز أقول من الأسرار يعني أنه أنا شفت واقل خلال مرضه كنا في آخر رمضان وناس كتيرة جدا من صحابنا كان عندهم أمل أما كانش عندي أمل خال يعني أنا شفت الموت في عينين وقل إبراش يومها أنا بنكلم من تقريبا آخر شهر أربعة اللي فات يعني بعد بعد حوالي تمن شهوره فأنا يومها آآ شفته وصورته لا تريد أن تغادر الحقيقة يعني خيالي أنا آآ شفت الموت في عينيه إنه هذا زي ما بيقوله كده هو خلاص حتى لما كانوا بيقوله بيتحسن كتقول يا رب يعني ربنا يعني يستجيب لكن المشكلة فين المشكلة فين في آآ مش زي يعني في مقولة كده شهيرة جدا بيتقول آآ كل مننا يحصل لا يحصل على ما يستحقه فقط ولكن على ما يشبهه أيضا وقل عاش حياته آآ صاخب جدا في شغله وكأن الأقدار حكمت إنه رحيله أيضا يكون صاخب وأنا هنا بدعو كافة الأطراف إلى احترام ذكرى وقل إبراش ليه لأنه الحقيقة أنا مثلا يعني ما عجبنيش اللي كتبه آآ الدكتور خالد منتصر واللي هو بيتكلم على إنه آآ يعني آآ كتب هو بست كده من اللازي قتل الإبراش ووجه اتهام واضح وصريح إلى دكتور رمزله بي شين بأنه هو آآ يعني فيما يشبه عملية النصب إنه هو إدى للإبراش علاج حباية كبيرة وحباية صغيرة والعلاج السحري وقال له العلاج ده محدش يارف عنه حاجة وآآ لازم تبقى في البيت وبتاع وده يشفيك في أسبوع واتهم آآ آآ خالد منتصر هذا الدكتور شين بأنه من قتل ويل إبراش ده بعد ما زوجة ويل إبراش الله ارحمه فقالت إن فيه خطأ طبي حصل طيب أول حاجة أنا شايف أنا شايف إنه خالد منتصر أهانة ويل إبراش الله ارحمه إهانة بالغة إهانة بالغة تماما ليه لأنه ويل إبراش اللي عاشته العمر محقق وراجل يعني إيه أي معلومة تتقل له يتقصى وراها هل في الآخر يا دكتور خالد يبقى وقل ده فدكتور يقول له خد الحباية دي دي حباية سحرية هتضيع الكورونا على طول تقعد كده في البيت أسبوع تاخد الصبح حباية كبيرة وبالليل حباية سغيرة وتبقى زي الفل فويل خد الحباية وخلاص تعيب يا ده اتهام اتهام الحقيقة لوائل بشكل وحش يعني إحنا لا نرضاه ليه فهتقول لي يا أخي معص المرض ده لما الواحد يبقى مريض وبيبقى خايف فبيحاول إنه أي حاجة بيبقى متعلق بأمل أقول لك يا جماعة بالراحة يعني بهدوء شديد يعني إنه أيا كان الخوف أو المرض أحد يقول لك أنت قاعد متابع وعارف إنه هذا الوباء ما فيش فيه ما ليوش علاج الكورونا دي ما لهاش علاج وما حدش توصل لحاجة ولسه بيعملوا لقاحات واللقاحات لسه مش عارف هتنزل إمتى وفاجأ واحد يقول لك اسمع عندي حباية حلوة كده حباية كبيرة وبعدين حباية صغيرة تاخدهم كده كده كذا يوم وتبقى زي الحصان فأنا شايف إنه اللي كتبه خالد منتصر في إهانة بالغة للمرحوم والإبرش فده الطرف الأول فأنا يعني خلاص هو الدكتور خالد منتصر قال اللي عنده هو حر أسرة واقل الصغيرة أنا أرجو منهم أنا بابعت بس رسائل يعني أرجو منهم لا يحافظوا على الصورة اللي واقل حاول يرسمها لحياته إنه محدش يقترب فما ما لقيتش معنى إنه زميل يطلع من قوضة نوم وايل إبراش يقول لك هنا كان يعالج وهنا اه اه اتعذب وهنا وقعت الجريمة وكان أنا قدام جريمة تقتل مع صبق الإصرار والترصد يعني وايل كان حرسي محدش شوف عيلته حششوف بنته ومش مش مسألة إنه خايف من حاجة هو الرجل فلاح جاي من شربين زينا يعني شربين دي جرانا بنا وبين شربين ما يجيش مثلا خمسة ستة كيلو يعني عشر كيلو بالكتير فخلاص هو دماغه كده فإذا به الراجل اللي هو رسم صورة لحياته فجأة فلاقي زميل معترام الشديد لهذا الزميل على دماغي يعني من فوق فطالع من قوضة نوم وايل إبراش يقول لك هنا كان هنا مرضى وهنا كان يعالج وهنا هنا عزب و لا ما يصحش وبعدين يتقدم بلاغ يتقدم بلاغ ضد الدكتور شين انه هو كان تعمت قتل وايل إبراش وانه هو في إهانة تانية إهانة تانية لو وايل إبراش وايل ما كانش يشرب صجارة جماعة خالص ولما كنا نقعد مثلا والناس تشرب سجارة بشربش سجارة يعني من حزب تاني لكن ناس مثلا تشرب صجارة قدامه ياما كان يقول له قوم ياما هو يقوم وكان يبقى متأفف يعني مش مشرب سجارة فيتقال انه الدكتور كان متعمد انه هو يقعد معاه في القوضة يقعد معاه في القوضة ويشرب سجارة كتير وكأنه ايه الناس عايزة توحي انه دكتور قتله وبعدين النقابة فتح التحقيق وانا بحيي النقاب فتح التحقيق وبعدين النهاردة انا فجئت الحقيقة وانا ببعت رسالة لدكتور دكتور مين دكتور شريف عباس اللي هو قال يعني خالد متأسر انه دكتور شين هو دكتور شريف عباس انا فجئت عدد كبير جدا من الناس بيكون بدون ذكر اسماء بيتكلموا عما فعله وهذا الطبيب هذا الطبيب وعن مساعدته للناس اللي كان مريضة بكورونا وانه عالجهم ازاي وانه ساهم فيه شفاقهم ربنا اللي بيشف بس ساهم فيه شفاقهم ازاي وانه ازاي امين فيه اداء عمله انه لا يعقل انه اهو دكتور شريف عباس هذا هو طبيب المتهم بانه قتله اللي براش جماعة ما ينفعش ليه ما ينفعش لانه هذا الرجل اه تعامل في حالة ويل ابراشي زي بقوله كده بما يرضي الله ويل كان لوحده في البيت لما اصيب ولما قالوا له اصدقاء ويل قالوا لدكتور شريف انه ويل هيجي لك قال لهم لا ماينزلش في الحالة دي وانا هروح له وراح له وهو الرجل مصاب وتعامل معه انه ادى له العلاج اللي موجود في البرتوكول بتاع كورونا فيش حاجة تانية اهو دكتور شريف عباس مش مخترع عدوية جماعة ما عندوش معمل زي اللي هو كان ايه في سر طاية لخفة يعني فضيحط ما بيخترعش ادوية الرجل رجل طبيب يصف الدواء ما بيخترعش وتاريخه انا هنا ما بدفعش انا ما عرفوش والله لم اتحدث معه ولم اعرفه ولا عمل معي مدخلة ولا شفته ولا يعني تعيقت عنده ربنا يعافينا يعني معلش دكتور ما تزعلش فانا ما عرفش الدكتور شريف لكن كلمة حق يا جماعة انه ليس هكذا تورد الامور ماينفعش عيب وبعدين احنا الكلام يتقل بالمنطق ويقولك انه بعض الناس فقالك لا يا ستطباء دول القتل قتلت ايه يا جماعة اللي في الوباء لما بيبقى فيه وباء ما يتقلش فيه قتلة ولا يتقل فيه اهمال دكتورة نكونش عارفين يعني دكتورة مش عارفين ده ايه وفيه حالات ماتت وفيه حالات كانت توصف لها حاجات مش دقيقة وفيه حاجات قسرت على حاجات كل ما اوكنه من تقدير وحب لي واي الابراشي كل من يحب واي الابراشي يعني يجب ان يحافظ عليه ويجب ان يتوقف عن اهانته لانه انا خلينا نتخيل انه خلينا نتخيل كمان حاجة انه لو الامور وصلت تحيئات نيابة وفيه اتهام لدكتور شريف عباس انه هو قتل واي الابراشي بينه الدلو تم تخيله انه هيتم استخراج جثمان واقل تاني وتم تشريحه ما هو فيه جريمة قتل وطبيب بيتكلم انه يا جماعة هو قام بعمله او قد عمله كما ينبغي احنا عقلنا فين عقلنا فين وليه مصرين انه نوجه هذه الاهانة ليه هذا ادى عمله بما يقتنع عنه صحيح ممكن تختلف معاها تتفق معاها تحبه ما تحبوش لكن في النهاية واقل الابراشي رجل بينه دي الله انا ادعو الاطراف جميعا لقدم البلاغ لقدم الشكوى وانه يا جماعة نهدى واجماعة كفى اساءة لي واقل الابراشي لانه الاساءة لو واقل الابراشي موجهة من فئات كتير جدا فما ينفعش تبقى الاساءة موجهة ليه مننا مننا فينا يعني يعني ده ارجو انه الناس تنتبه ليه لانه انا مسلا هتوقف عن حاجة اه اه موقف متدرد من الكاتب الصحفي الكبير كاتب كبير شريف الشباشي شريف الشباشي بعد وقل ما مات كتب على صفحته وانا عاوز ناخد بالتدريج كده عشان نشوف الحالة فيه ناس متربسة وفيه ناس شمتانة وفيه ناس فرحانة وفيه ناس كلها ما حد منها تكلم ويقول له عقبالك واخد بقى له احنا ايه رسلنا مع بعض يعني تيجي تكتب حاجة يقول لك عقبال فلان وفلان والباز يا عم وانت ما بتموتش انت يعني ده المسألة بتاعت ربنا وبعد الناس ما بتخافش يعني هم هنا لا يستطيع احد منهم ابتزازنا محمد مرسي سوق الخاتمة وكتب الوالي براشي حسن الخاتمة ناس قال لك ايه ده هو انت هتحكم لا انا بحكمش باللي انا شايفه الحكم بتاع ربنا في الاخر لكن الشواهد اللي انا شايفها رأيي كده اخي راجل مات في في الافص في المحكمة وكان بيتحاكم بتقوم تخيان العظمى لبلده ففيه واحد لطيف كده قال لك يعني ايه يعني عمر المختار سوق الخاتمة عمر مختار ده كان مناضل عاوز يطلع احتلال انما مرسي كان احتلال مرسي وجماعته كان احتلال للبلد فده فعلا ربنا كتاب له بحسن الخاتمة ومرسي ربنا كتاب له بسوق الخاتمة احنا شايفين انا شايفها كده ولا هو هو الناس بس الجماعة بتقول الاخوان دول يستحلوا ان يقولك ده في الجنة وده في النار وده كويس لا 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 خالف كل واحد بيشوف بعنيه شريف الشباشي لما كتب قال حزين جدا على وفاة ويل ابراش لعب دورهام في نشر دعواتي لخلع الحجاب باستضافتي اكثر من مرة في برامج وكان مقتنع بها لكنه لم يكن يستطيع ان يقولها صراحة تمام وبعدين هو بيقول قالوا انه مش عليلاتي وربما كان بالفعل يريد مواجهات حد في برامج لكن هذا من سمات الحوار الناجح كويس بعد كده بعد ما كتب شريف الشباشي ده قال كم الشتيمة كم الشتيمة والشماتة والفرحة بعد وفاة الاعلام الكبير راحل ويل ابراش تدل على ان فيروس التعصب والكراهية في مجتمعنا اقوى بكثير من فيروس كورو وبعدين كتب بعد كده قال هل تصدقوا ان من خمس تلاف وخمسمائة رد فعل على ما كتبته عن مفاة ويل ابراش هناك اربع تلاف ونص وضع وجه ضاحق يعني بيعبروا عن فرحتهم وساعدتهم بوفاتهم لا بقى احنا فعلا في مجتمع مريض انتو بتدفعوا عن الدين بالشكل ده وقال السخص عليكم وبعدين كتب قال منذ بداية العام عشرين اثنين وعشرين وخاصة منذ ان عيت الزميل الرحل ويل ابراشي تلقيت كم كبير من الدعوات بالموت والهلاك وامنيات صريحة مكتوبة بان ارحل عن الدنيا خلال عشرين اثنين وعشرين ما يطمئنوا ان ان الدعوات جاءت من الذين هللوا وكبروا لوفاته الابراشي وبالتالي فهي دعوات نبعة من مرضى نفسيين ونفوس منحطة ومتعصب املي كبير اللي استجيب الله سبحانه وتعالى دعواتهم لانهم ليسوا اهلا لذلك طيب معي الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ شريف الشفاست شريف اهلا بك فان اهلا اهلا يا دكتور محمد ازيك يعني رغم الرغم المصاب الجلل لكن واقل يعني حتى حتى في موته هو لم يرحل رحيل هادئ رحل رحيل صاخب كشف عن وجوه كثيرة جدا اقنعت التعصب والمرض النفسي والانحطاط زي ما حضرتك اه رسط يعني تعليق ايه فندم على المشهد كله والله للأسف الشديد يعني ما قلته يعني اه انا كنت كان ممكن انا اقول نفس هذا الكلام في فالاسوف كبير قال عن واحد وفته المنية شخص مات يعني اه قال قل لي كيف عاش اه اه قل لي كيف مات اقول لك كيف عاش اه اه فزي ما انت تفضلت بالظرح وقال البراشي الذي ملأ الدنيا صخبا وجدلا وكان حواراته جميلة وكان الحقيقة اعلامي متميز يعني انت عارف انا بقالي اكتر من 50 سنة في الاعلام اعتبره اعلامي بجد متميز هذا الشخص الذي عاش حياته يصير الجدل في موته اصار الجدل وفجر جدل وانما فجر بقى دكتور محمد حاجة والله العظيم انا حزين 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 بمعنى الكلمة انه واضح انك يعني انا زي ما انا تمنولي الرحيل انت واضح انك كمان طبعا انا في القيمة حبطين قيمة احنا اول الله يعني على تويتر تدخل يقول لك والي براشي مات عقبال فلان وفلان 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 حبطين قيمة هل دا دين هل دا دين دين ايه دا دا مش دين دا مش دين اللي احنا نعرفه دين لا تمنى الموت ولا الازية ولا الخراب ولا الضمار ولا القتل ولا الزبح دين مش كده فنرجع لوال البراشي لوال البراشي كما اصار الصخب والزخم في حياته موته كان ايضا اصار اشياء او امور وفجر امور كثيرة جدا جدا منها يعني وفاة اتكلمت فترة طويلة عن كافية وفاة انا ما اقدر شافتي انا ما اقدر شافتي لكن طبعا هو لما اصيب بهذا هذا المرض اللي عين هذا الفيروس اللي عين من حوالي سنة اه كان لسه اه مفيش حد عارف حاجة عن هذا المرض صحيح مش عارف كيف يعالج مش عارف ايه اللي يضر ومش عارف ايه اللي ينفع فهل حصل خطأ هذا وارد هذا وارد لكن كل الطبيب تعمت قتله طبعا بقى كلام لا ما تخشش حقل يا بني ادم لا وهو وهو كلام قيل كلام قيل في طبيب يعني يعني حضرتك ما عارفش حركة دكتور شريف عباس ولا لا لكن انا النهاردة والله زملاء اعلاميين وفنانين انا باعتز بيهم جدا اه اه اتكلموا يعني انا محبتش انكا الجراح اكتر من كده لانه انا انا وجهت رسالة معرفش حركة تتفق معايا فيها ولا لا الى كل محبي واي الابراش يا جماعة بلاش عارف ايه زي ما بنقولها كده بلاش تهينوا الراجل في قبره يعني بلاش اه ندخل في مساحات لانه هو مات بكورونا كما يموت الناس او بتبعات كورونا اه كما يموت الناس فهي دي دي الفكرة لكن انا عايز اتوقف عن اللي هو رد الفعل اللي حضرتك كاشف من خلاله للخريطة النفسية والدينية الزائفة لفئات في المجتمع ايوه بالضبط كده هو الرقم اللي انا قلته خمس خمس سلاف وكمس ومية اه اصبح دلوقت اضعف بالضبط اه انا في حوالي حداشر ونص كل حداشر الف اكتر من حداشر الف اه يعني قاموا بردود بردود الافعال انت عارف على فيز بوك في حوالي خمس ست ردود اه اه في منهم تامن تلاف وكمسمية حطين وش واحد بيدحك يعني شمت فرحنين اه مهللين شمتنين ده ناس مرضى ده صحيح صحيح هو فيه ده رجل اعلامي وكان بيعمل حوارات متمهيزة وكان على فكرة دائما في كل مرة كان بيعزمني هو اكتر اعلامي دعاني يعني في تاريخ الحديث يعني ما شفتش يعني انت انت مشير للجدل برضو يعني 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 مسير للجدل صحيح انا مسير للجدل لان بحاول صحيح لا بتحرك العقل كمان يعني بتحرك العقل وده المطلوب دا الله بحاول بحاول يا دكتور بحاول فلانا عايز اقوله انه كان دائما يعطي كرسة لكل واحد انه يقول واجه اتنظره مكانش يعني كان يعطيني انا برائب ولو ان كان انا كانت 99% من الناس ضدي هو في البداية قد يكون ضدي يعني انا عارف رأيه بس في حل ان انا اقول كان بيقول لي ايه في البريك في النص صحيح في حل ان انا اقول لكن على قاتل حال كان بيعطيني انا فرصتي ويعطي خصمي او او الشخص المناظر اللي بيوناظرني او اللي بيخالفني في الرأي يعطي فرصته بالكامل ويعطيني فرصتي بالكامل صحيح فانتو يعني عمل لكو ايه عمل لكو ايه يعني وقل الابراش انا مستغرب مستغرب وحزين ان ده مفهوم الناس للدين انت انت بتدفع عن دينك انت كده البعيد بتدفع عن دينك لما عايز لما تزعي بالموت وبخرابة ضيار انت كده بتدفع وتنافع تنافع عن دينك بهذا الاسلوب ده اسلوب خاطئ احنا فيه دكتور محمد بتزعيش مني انت بتونه ان انا موسيب ذي الجدد انا بقول لك هناك خلل في اخلاقيات المجتمع المصري والله والله هقول لحضرتك حاجة احنا بنعيش انا دايما بقولها ما عارش حاجة توقفين على دا ولا احنا بنعيش عصر المعادلات المختلة فيه معادلات كتير مختلة اه في معادلات كتير مختلة يعني هو يبقى متدين ثم يأتي بهذا السلوك دي معادلة مختلة تمام 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 جدا تناقض تناقض انا مش عايز اقول اكتر من تناقض اذا ذهبنا من الترافض الى مدايا يصبح شيزوفرينيا بالزبط انفصام انفصام احنا الاجل بتدافع عن شيء سامي الدين ده شيء فيه سموه صحيح فيه سموه اخلاق يعني احنا طمعانين طمعانين في في حوار قريب مع حضرتك تستجيب لدعوتنا طبعا مني سايد اه اه وانا بشكر حضرتك جدا على ما كتبته وعلى ما قلته عن الزميل والي براش شكرك جدا ربنا ارحمه يا رب خلاصة الكلام اه الناس بس اللي هي معتقدة احنا ان احنا بنبقى القانين من الناس الاخوان لما بيدعوا انا اقول لحضرتكو على حاجة والله موقف وحد قالهولي الاخوان لما قعدوا في ربعة حوالي خمسة واربعين يوم في اعتصام ربعة الارهابي طول الليل بيصلوا طول الليل بيدعوا طول الليل بي فواحد قال لي قال لي يا اخي هو الاخوان اللي كانوا موجودين في ربعة دول لو فيهم واحد لو فيهم واحد فعلا ايمانه حقيقي كان ربنا استجابله فهي دي الفكرة انه نحن نعبد الله كما يريد الله لنا ان نعبده انه احنا بنعمل وهو ربنا اللي يتقبل انما الناس دي بتعكم على ربنا قالك ده داخل الجنة وده داخل نرى لك انتو هتموتوا وكأن هم مش هيموتوا ربنا ارحم وقال ابراشي ومرة تانية رسالة الى كل محبي يا جماعة خلونا نجتهد ان احنا واينا بقى مستريح فعبروش حاجة اسمها انه طبيب يعني قتلوا او وعايز كمان ان قابة الاطباء تبقى اهدى في هذا الموضوع احنا مش في حرب ولا في حاجة تقديرا لمشاعر زكتو او الحالة لما قالت هذا الكلام انا لومي الاساسي على خالد منتصر لومي الاساسي الحقيقة لكن الدكتور شريف كما سمعت انا لا اعرفه اقسم بالله لا اعرفه كما سمعت انه الراجل قام بكل ما يجب ان يقوم به فخلونا يعني نطلب الرحمة الوهي الابراشي وخلونا نطلع فاصل ونرجع في يعني جزء قصير كده نكلم حضراتكم في حاجة سريعة اهلا بكم من جديد اخر خبر بس انه وزير الخارجية سافر سامح شكري الحمد لله عوفية من فيروس كورونا وكان اصيب من ايام وخضع للعلاج اه طبقا للقواعد العزل والبروتوكول والحقيقة اه سمع شكري بالتوعية لانه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور حسام عبد غفار نشر من شوية حاجات اللي هو اه الاصابة ب اه متحور اه اه او ماكروم الاعراض بيقول الاعراض الاكثر شوءا للاصابة بالمتحور او ماكروم الرشح الصداع الشعور بالتعب والاجهاد العطس احتقان وجفاف في الحل بسبب الم يسبب الم عند البلد ده اه الاعراض الاكثر شيوعا وهي انتوا عارفين دي اعراض موجودة طول وقت ممكن كلنا بنعني من الاعراض الاقل شيوعا الكحة الرعشة ارتفاع درجة الحرارة والاعراض نادرة الحدوث في الاصابة باو ماكروم ده اه اللي هو فقدان فقدان حسة الشم والتزوق اه تاني هو الاعراض الاكثر شيوعا رشح صداع شعور بالتعب والاجهاد العطس احتقان وجفاف في الحل يسبب الم عند البلد الاعراض الاقل الشيوعا الكحة الرعشة ارتفاع درجة الحرارة والاعراض نادرة الحدوث فقدان حساتي الشم والتزوق والم في الصدر وضيق في التنف اخر حاجة في هذا الاطار قامت بتحويل عدد من سيارات الاجرى اللي بتشتغل بالبنزيم لتعمل به الغاز الطبيعي وقامت بده هدية لأهالي اسوان يعني تم التحويل ده مجانا الآن تقريبا تم تحويل 800 عربية اجرى الى من البنزيم الى الغاز الطبيعي مع مراعاة انه هذه السيارات تبقى متسقة مع الرؤية البصرية لأسوان هسيب حضراتكم مع هذا التقرير وان شاء الله نلتقي غدا تصبحون على وطن بس شوفوا هذا التقرير سيح اول ما يزغادر المطار او السكر حديد طوال ما هو ماشي في الشارع يقدر يشوف نفس النمط ونفس الصور اللي هي رحبة البيئة والموصل للمدينة العربيات اللي عايزة تتغيروا الاقتباسات تتغير ويتحطى عليها اللوجو اللي هم الجامعة الالمانية حطته استكمالا لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة اسوان وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة خالية من التلوس بما يظهر طبيعة واثرية وحضارة المحافظة واصلت وزارة الداخلية تحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي مجانا من خلال مراكز فنية مخصصة لإجراء عمليات التحويل مع تخصيص وحدة فنية لرفع كفاءة السيارات إضافة إلى وضع ملصقات فنية ذات ألوان وخطوط متناسقة على كافة سيارات الأجرة تلك الملصقات التي قدمها الشباب لمحافظة اسوان لتكوين صورة ذهنية وبصرية موحدة عن المحافظة لدى الزائرين وقد وصل عدد السيارات التي تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن كرابة 800 سيارة بدأنا في تنفيذ الجزء الأول من المشروع الهوية البصرية ونجحنا الحمد لله في تنفيذه وبشكر فعلا وزارة الداخلية على الجهد اللي بازلته من أول يوم من أول ساعات النهار تاني يوم التكريم من فخامة الرئيس لأنها تواصلت معي وبدأنا ننفذ المشروع على الأرض الواقع وبسم الله إن شاء الله نشاهد في الوقت أن الشغل فعلا وصلنا إلى درجة كبيرة جدا من التنفيذ شكرا فخامة الرئيس شكرا وزارة الداخلية نشهد يا تاريخ البشرية وافتبعنا وين كل الأخبار أسوان الباضي وحضرتها نشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة بدل ما كنت بحط بـ 20 جنيه من بنزين بحط بـ 50 جنيه غاز أو أجل من كده كمان إحنا بنحب الرئيس وهو يعني بيحبنا ظلامة بيعمل معنا كل من الحاجات دي يعني نشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالمبادرة الجميلة اللي عملها لمحافظة أسوان وشعب أسوان بيشكر الرئيس وبنشكر وزارة الداخلية اللي تعاونت معنا ووقفت معنا في المبادرة طبعا الرئيس كل ما بيجي عندنا أسوان بيشوف حاجة جديدة هنا في أسوان ركبنا التيكت بتاع الرمز بتاع أسوان بنشكر الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على المبادرة الذي عجابها لنا في محافظة أسوان لتركيب الغاز مجاني كما قامت وزارة الداخلية بوضع تلك التصميمات على المركبات والمنشآت الشراطية واللنشآت الخاصة بشرطة المسطحات المائية وهو ما رسم لوحة فنية تعبر عن هوية بصرية موحدة ويأتي الإصراع في تنفيذ تلك المبادرة لأهال أسوان لتكون هدية لهم بمناسبة عيدها القومية موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة